اشتركوا في القناة حيث نقل إلى جلالته تحية وتقدير صاحبة الجلالة الملكة إلى زبثة ثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا وتمنيتها الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بالسمرار التقدم والتطور والإزهارة وقد رحب جلالة الملك المفدى بسمو الأمير شارز وبزيارته للمملكة وكلف جلالته سموه بنقل تحياته إلى صاحبة الجلالة الملكة إلى زبثة ثانية وتمنيته الخالصة لجلالتها بدوام الصحة والسعادة وسارض جلالة العهل المفدى مع سمو ولي العهد للمملكة المتحدة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة سبول دعمها وتنميتها في جميع المجالات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين مشيدا جلالته بهذه العلاقات العريقة والراسخة التي تمتد لأكثر من مئتي عام والمسند على أسس متينة من الإرادة المشتركة والمصالح المتبادلة كما أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره البالغ للدور المهم الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير تشارز وجهوده الطيبة في دعم وترسيخ العلاقات البحرينية البريطانية وتنمية أفاق التعاون الثنائي وخلال اللقاء أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن اعتزازه بالنتائج الطيبة التي حققتها زيارته الناجحة التي قام بها جلالته للمملكة المتحدة مؤخرا ولقائه المثمر مع صاحبة الجلالة الملكة إليزابيثة الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا ومعالي السيدة تيريزمية رئيسة الوزراء التي ستعزز من علاقات البلدين والارتقاء بها إلى مستويات متميزة ومتطورة وثمن جلالته هذه المناسبة بكل التقدير الدور الحيوي للجالية البريطانية وسامتها الكثيرة والمتعددة ومنذ أعوام طويلة في نهضة وتطور مملكة البحرين في جميع القطاعات مؤكدا أنها دائما موضوع الترحيب والتقدير والاعتزاز من الشعب البحريني وتبادل جلالة الملك وسمول أمير شارز لحديثة متصلة بسبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز أفاق العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين وسارض عددا من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وقد عرب صاحب السمو الملكي الأمير شارز عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه بجلالة الملك المفدى معبرا عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك على حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دور جلالته وحرصه على توطيد علاقات المملكتين الصديقتين التي وصفها بالتاريخية والوطيدة هذا وقد قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى ما دبت عشاء مسالهم بقصر الروضة تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير شارز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز وقارنته صاحبة السمو الملكي كاميلة دوقة كورنوال بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارنة عهل البلاد المفدى ليست المجلس الأعلى للمرأة كما حضر المأدبة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة مع الشيخ حمد بن إبراهيم بن محمد الخليفة مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير شارز هو أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة وقد التحق بكلية سلاح الطيران الملكي البريطاني عام 1971 ثم انضم إلى البحرية الملكية وتربط الأمير شارز علاقات متينة مع دول مجلس التعاون الخليجية الأمير شارز هو أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة وهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق دمبرا الأمير فليب ولد الأمير شارز فليب أرثر جورج عام 1948 في قصر باكينغ هام في لندن وهو أول حفيد للملك جورج السادس والملكة إليزابيث وعندما كان في الثالثة من عمره توفي جده وأصبحت والدته الملكة وهو ولي العهد على العرش البريطاني وقد منحت الملكة إليزابيث الأميرة شارز لقب أمير ويلز عندما كان عمره تسع سنوات وتلقى الأمير شارز تعليمه في عدة مدارس مما يجعله أول ولي عهد للتاج البريطاني يتلقى تعليمه خارج القصر الملكي حيث ذهب الأمير شارز عام 1956 إلى مدرسته الهاوس في غرب لندن قبل أن يتوجه إلى مدرسة تشيم وهي مدرسة إعدادية بالقرب من العاصمة لندن وفي عام 1967 التحق الأمير شارز بكلية ترينتي التابعة لجامعة كيمبرج وتخصص في علم الإنسان والتاريخ وبالإضافة إلى دراسته كان منخرطاً في الحياة الجامعية في العديد من الأنشطة مثل اللعب مع فريق البولو والكريكت واشتراكه في جمعية التمثيل والتحق ولي عهد التاج البريطاني بكلية سلاح الطيران الملكي عام 1971 ثم انضم الأمير شارز إلى البحرية الملكية وخدم فيها حتى نهاية عام 1976 وفي العام نفسه أنشأ الأمير شارز مؤسسة خيرية مكرسة لمساعدة الشباب ذي الحاجة في بريطانيا كما ساهم في تأسيس العديد من المنظمات الخيرية الأخرى التي تدعم الجهود لمساعدة البيئة وتعمل على تحسين التعليم وتمويل مبادرات الفنون وكان لولي عهد التاج البريطاني الأمير شارز عدة زيارات لمملكة البحرين وتأتي في سياق تعزيز وترسيخ العلاقات البحرينية البريطانية التاريخية وتنمية آفاق التعاون المشترك على الأصعدة كافة وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وتربط الأمير شارز علاقات متينة مع دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما تمثل في الزيارات المتتالية لولي عهد التاج البريطاني حيث تم خلالها التأكيد على العلاقات الثنائية التاريخية والمتينة التي تربط المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيزها ولولي عهد التاج البريطاني دور معنوي كبير في بناء الجسور بين مختلف الديانات والعقائد والتحذير من حالات التطرف لدى الشباب ودعوته للمزيد من الاحترام للأديان والتسامح الديني كما أن للأمير شارز دورا في دعم ضحايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تأكيده على مبادئ أهمها الاستثمار في الشباب والحفاظ على البيئة لتلفزيون مملكة البحرين طارق التقاطقة